جوز كلام ايه وشو ناوية تعمل هلا ايوا يا حرام على هالورطة لكن مشكلة كبيرة عند الولاد هاد شلون بده يكبر شلون بده يتعلم بالمدارس شلون بده يعيش حياته ام جوزيف حبيبتي كأنك نسيت الطبخة على النار شامم ريحة شويت شو ليكي ليكي بعدين بحاكيكي احترقت الطبخة يلا باي يبعتلي الهنة على هالنسوة الا انا نوزت النار تحت بس يمكن ان لدعت شوي ايه ايه شوي مو كتير يلا ما بيأثر ايه بس ما قلتي لي شو هالموضوع المهم اللي نساكي الطبخة اسمعتك عم تقولي ولد وراحت عليه مافهمت شو القصة بس كأنه في شي مشكلة مع مين كنتي عم تحكي كنت عم بحكي مع بنت عمي لينا بس لينا ما عنده ولد وشو زيف حبيبتي ممكن تحكي لي شو القصة ولا تنقطيني لحكي طنقيت يا امي شو بصلت لك محروقة هذا يا سيدي مو هداك اليوم كنت عند لينا وانا قاعدة فات تجارتها صبيه عمره شي خمسة وعشرين سنة جوزت بكتاب براني وعلى اساس كان جوزة يسبت العقد بالمحكمة قام جوزها انطلب احتياط وما عاد قدر يروح عالمحكمة يسبت العقد مشان ما يشحطه وقرر يطلع تهريب برات البلد ومن هون ع تركيا عالمانيا بس انفقد وانفقدت اخباره ولا بتعرفه عايش ولا بتعرفه ميت طيب والولد من مين؟ جايتك بالحكي هو سافر من هون وهي طلعت حبلة بالشهر التاني من هون وما رضي تتنزل الولد على امل انه يوصل جوزها لألمانيا ويبعث ياخدها قامت جابت الولد وابوه ما عدن عرف وينه هادي اللي صار والمشكلة انه الولد بهاي الحالة ما طلع له اي اوراق ثبوتية واعتبروه بدون نسب وزمان حلت مشكلته بحياته ما رح يكون عنده لا وراء رسمية ولا هوية تثبت شخصيته ونسبه ببلاد برا يلي عنده دساتير مدنية بتمشي عليها بينسبوا الطفل بهاي الحالة للام وهيك حالين مشكلة الاطفال اللي بيسمون مكتومين القيد يعني متل حالة هذا الولد الله يفرج عليه ببلاد برا بس نحن ببلاد جوه ايو هلا شو بده تعمل هاي المرأة؟ هو انا كنت عم بسأل لينا عنا ايو شو قالت ليه؟ راحت لعند محامي لتوكله بالقضية طلب المحامي 400 دولار مبدئيا ليبلش بالمعاملة اوه 400 دولار؟ ايه نعم وما بين قصو دولار واحد واقل من هيك تسعيره ما لقيت يعني قوانيننا معاملاتنا بتمشي بطريقة جوه بس الحساب بعملت برا؟ الي كان ليش مين عاد عبت عينه اللي راسورية؟ لسه رح يجي وقت تروح فيه لعند الخضر جيه تلاقي حاطة اسعار الخضرة بالدولار قولتك بس بتعرفي هي الحق آلية يعني شو الله جاء برا تتجوز بكتاب براني؟ ما بعرف هالناس وقت بتتصرف وين بيكون عقلة؟ يعني بلد عكف عفريت والعاي شوية ممكن بكرة يكون يا معتقل يا مفقود يا مسافر يا مهجر ما حدا بيعرف عنه شي يعني الله يصلحه شو بيعرفي لك ابو فاكر ما حدا بيعرف شو ظروف الناس؟ شو ما كانت الظروف؟ الجهل ما له مبرر هلأ على اعتبار هاي الطريقة بالزواج الشرعية فالناس بتفكر انه وين المشكلة؟ وشو يعني اذا ما تثبت بالمحكمة؟ لك يعني انه الزوجة ما له حقوق اذا قرر الزوج ما يعترف بهذا الزواج بيقدر حتى ما يعترف على ولاده منه يعني ما حلا الناس تعرف قديش قوانين بتخده من المجتمع الزكوري وبتلبي مصالحه على حساب حقوق المرأة يعني حرق اخته ما بيقي مسلسل ما بيقي برنامج ما بيقي إلا حكبها القصة ودسة البنات بيقعوا وبقولوا والله ما كنت متوقعته هيك ايه حلون بقى؟ يا ابو فاكر يا حبيبي أنا بعرف هالحكي بس انت عايش ببلد نسبة الجهل فيه من هاي الناحية ما لا قليل ابنه؟ لك اخ والله ما بيعرف الواحد من وين بده يبلش اصلاح بهالبلد هذا اذا فيه طريق لاصلاحه لكن جوزيف؟ جوزيف جوزيف شو هدخني هاي؟ نسيته طريق تحت الطبخه ولي ان شاء الله ما يكون احترق المطبخ كله جوز كلامه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة